النهاردة كانت فيه مباراة مهمة جدا لكل الفريقين مباراة المصري مع أسوان مباراة مهمة لأن المصري عنده 36 نقطة وأسوان عنده 28 نقطة وأسوان كان قد فاز على المصري في لقاء الزهاب ده فيه مقابل هدف في مباراة كانت الغلبة فيها من ناحية الاستحواز وكان للنادي المصري لكن أسوان قدر يخلص المباراة 2-1 نهاردة العكس تماما الحقيقة المباراة شهدت مفارقات غريبة جدا لأن المصري تقدم بهدف في البداية المباراة شهدت عاودة كابتن إبراهيم نور الدين للتحكيم والحقيقة قدم مباراة طائبة لأن المباراة ما كانتش سهلة المباراة صعبة حتى ضربة الجزاء الأولى اللي سجل منها النادي المصري كانت ضربة جزاء صحيحة لم يتردد إبراهيم نور الدين في احتسابها مع تزددها المساعد الحقيقة هو الشاور وكان برافو عليه علي علاء طلبة لأن الكرة كانت بفعل تخطت خط المرمى من تزديد عبداللاطيف جريندو عشان يتقدم المصري واحد صفر والكل توقع أن المباراة تكون سهلة لصالح النادي المصري لكنه خلي بالحضراتكو هنا رميات التماس هنا نادي أسوان بيجيد رميات التماس وده كلام هتكلمه كتير على كابتن آمن الرمادي مدرب فريق نادي أسوان من رمي التماس الكرة تسددت ما شاف هاش طبعا كابتن إبراهيم نور الدين لكن الفار جابه وضرب الجزاء صحيحة كل الكلام ده يا جماعة كان في بداية اللقاء يعني في الدينة 13 جريندو في الدينة 20 محمد حمدي زاكي بيسجل الهدف الأول لأسوان عشان تصبح النتيجة التعادل واحد واحد بصوا حضراتكو بصوا الكرة دي منين يعني بصوا حضراتكو كرة منين ومتاخذة زي أصلا الكرة مع النادي المصري تمام لا سيباك من دي الكرة بقى بتاعت الهدف التاني ده بعضا بصوا حضراتكو منين من نص الملعب أدي اتنين أربعة خمسة أبيض على اتنين أزرق لكن محمد حمدي زاكي بلغة الهدف الحياة وبمنتهى سوء التوفيق لعصام صارت حاجات دي تبقى صعبة يعني انت قدر بتقول انها مسئولية الحارس لكنه هو بتبقى يعني صعبة جدا جدا طبعا الرجل جاي من بعض نص الملعب جاي لوحد خمسة لعيبة تمركز سيء جدا جدا دفاعيا وانهاء هجمة رائع رائع بالنسبة لمحمد حمدي زاكي طبعا النادي المصري عنده العديد من الغيابات أبرزة الياس الجلسي وكمان عنده مشكلة في إصابة دخمون بص الهدف التاني بقى خلي بالك منحمد زاكي اللي معاك كرة دا بص بص محدش أولا بيضغط خالص والراجل ماشي براحته خالص ومرر ثم التمرير التاني على أحمد خالد اللي جاي ده شغل ده كله شغله مدرب ثم بلال السيد جاي منين وقطع منين وراح كل ده شغله مدرب اللي انت شايفه ده شغل كابتن آمن الرمادي اللي انت شايفه اللي اللعبة دي اتكررت أكتر من المرة ويا ريت يا ناصر بعد ما اتعاقت جبها اتعادها تاني عشان الناس تشوف التحرك كان عامل إزاي في الكرة من بداية الهجمة من نادي أسوان بص يا حضر أدي واحد طبعا ديفنس المصري مش موجود أصلا هنا برضو مفيش ضغط فوت لا مرر عشانه هنا بقى أربعة ولا حد بيضغط بتروح للرجل يحطها بمنتهى البساطة والجمال لحمة خالد اللقاطع بلال السيد كل ده شغل تدريب كل ده شغل فني تدريب بالعرض ومدافعه المصري يقوله من فضلك سجل جهن الله يخليك يعني ما تأخرش عن كده سجل هدف يعني حاول بقى المصري العودة للقاء في الشوت التاني لكنه هتشوفه هجماته يعني ما تحسش بالخطورة كرات عرضية تتلعب بالرأس الحارس عمرو حسام يعني شبه لن يختبر يعني فرقة خسرانة فرق اتنين والمصري ده اللي كان خسران من زمالك اتنين صف وعدل النتيجة الى الفوز تنين اتنين في المقابل شوف بقى خطورة هجمات أسوار كل ده شغله مدرب اللي احتفاظ بالكورة اللعب من على الاجناب الوصول مرة ده بس ولا حاجة ولا حاجة كلها حاجات بسيطة كلها حاجات لا تهدد مرمى الحارس كرات عرضية تتلعب بالرأس ترتد عشان حد يسدد ولا حاجة يعني تقريبا دي الكرة الخطيرة الوحيدة اللي على عمرو حسام حارس مرمى نادي أسوار تعال بقى حضراك شوف الفرص الضائعة من نادي أسوار بص الرجل السلام حمد زاكي وتزديدة ساروخية انقذها ببراعة عصام صروت ولو دخلت ما لاموا عليها أحد يعني فالمباراة الحقيقة الشغل التكتيكي من كابتن آمن الرمادي أدرها بمنتهى المهارة والحرفية ونجح في الفوز بأغلى ثلاث نقاط لأنه رفع رصيده من النقاط إلى واحد وثلاثين نقطة ريحه كتير يعني بقى سبعة وشرين مباراة واحد وثلاثين نقطة ما زال لي ست نقاط عشان يعني يضمن البقاء بشكل نهائي في الدورة الممتاز من سبع مباريات والست نقاط ما بقاش أمر سهل وأنا مبارح قلتلك أنه خد في كل المباراة اللي فاتت ست نقاط بس أدي ثلاث نقاط كمان فخد في المباراة واحدة نصف اللي خده طوال الدور التاني عكس المحلة الذي لم يحصل منذ بداية الدور التاني اللي هو كان لها بسبعتاشر مباراة في الدور الأول لعب عشر مباراة خد فيها ست نقاط فقط لا غير من فوز وثلاث عدلات فمن هنا دايما النقاط بتبقى غالية وعزيزة في الدور التاني جدا أنا الحقيقة حبيت تحيي فريق نادي أسوان بقدرته بجمهوره لكن التحية الكبيرة للكابتن آمن الرمادي لأن أنا عارف الظروف الصعبة اللي بيلعب فيها واللعيبة اللي مشت من عنده والظروف المادية اللي مجلس إدارة بيجاهد بكل ما أتي من قوة أنه يتغلب عليها لأنه بقى حلم الجنوب كله أنه ظهرت الجنوب أن نادي أسوان يبقى في الدور الممتاز وهو اقترب كثيرا يعني لكن ما زال عنده مباريات ودي آمن الرمادي للمباراة بينا على وشه لكن الحقيقة إدارته للمباراة إدارة رائعة إدارة هائلة الحقيقة بحيي وبهني وبقول له أن الحقيقة في أول مسم لي كمديرا فنيا في الدور المصر لنادي أسوان مش أثبت وجوده لا ده قال إن أنا مدرب محترم ومدرب ممتاز ومدرب قادر وأنا بعتقد أنه بعد ما تنتهي مهمة آمن الرمادي مع أسوان إن شاء الله تكون نهاية خير وسعيدة على كل جماهير وأهل أسوان إنه آمن الرمادي هتحرك إلى نادي عنده إمكانيات أكتر شوية ده ما يزعلش الناس في أسوان الحقيقة رجل عمل اللي عليه وزيادة ربيع يسين الحقيقة مع هيسم عرابي كونه فريق محترم جدا في بداية الموسم ما كانش عندهم بخت أول تلات مباريات خسروهم من الاتحاد ومن المحلة ومن الأهلي ومشي كابتن ربيع ومشي هيسم وجي كابتن آمن الرمادي وعمل الحقيقة المصر لأن المصر كمان لعب منقصا من عدد كبير جدا من لعبته يعني مثلا لما تشوف دكة البودلاء ما تلاقيش حد باستثناء محمود جاد وحسن علي اللي شارك نزل الفيومي عنده عمر المرسي أحمد شداد عنده عدنان عثمان عنده محمد الظريف حسام حسن زياد فرج حتى كابتن يعني حسام حسن مباشر في غير مين يعني حسن علي نزل بدل من عبد الرحيم دخموم نزل عدنان عثمان ومحمد الفيومي بدل من أحمد عماد ورجع بعمران عمر المرسي وحسام حسن بدل من عماد وبكر وإسلام عطية لكنه ما أثرش في شيء الحياة أو ما أثرش في شيء هذه التغييرات كل 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 التهنئة لنادي أسوان وهارضي لك للنادي المصر يوليها نقطة بس أولية وقفة قلتها من يومين وارجع كرارها تاني إنه في خلافات موجودة وإنه التصرحات اللي بتطلع بعد المباراة بتعكس هذه الخلافات وإنه الشارع في برسعيد بدأ يحس بهذه الخلافات المصري خلاص ضمن البقاء في الدور الممتازل المصري من 27 مباراة عنده 36 بنت خلاص يا نقطة البقاء 36 لو اتعظمت قوي هتبقى 37 نقطة لأنه أنت عندك حرص الحدود 16 نقطة لكنه من 24 مباراة لكنه الأمر صعب بالنسبة حرص الحدود كل شيء وارد في عالم كرة القدم طلع الجيش 21 من 24 مباراة البنك الأهلي 24 من 26 مباراة دخلها 26 من 27 مباراة وكذا الأمر صعب ليس سهل على الفرق أنها تجمع نقاط في الدور الثاني لكن هي تهنئة من جديد لنادي أسوان على هذا الفوز وهارد لك للنادي المصري